اكد سعادة السيد جاميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أهمية مواكبة مؤسسات التدريب في القطاع الغاصل تطورات التكنولوجية في أساليب التدريب وملهجه وخلال رعاية لملتقى جائحة فيروس كورونا تحديات وفرص والذي تعقده الوزارة عبر تقنية الاتصال المرئي نوها حميدان بهمية تحويل تداعيات جائحة كورونا على قطاع التدريب إلى فرص للتطوير واستدامة التدريب في مختلف الظروف باعتباره ضمانة الأساسية لرفض سوق العمل بالكوادر البحرينية المؤهلة داعيا إلى استثمار التقنيات والتكنولوجيا في العملية التدريبية خاصة في ظل تسارع الاعتماد على التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الانتاجية أكد حميدان أن مملكة البحرين تسير برؤى واضحة نحو المستقبل المهني ووفق خطط مدروسة في قطاع التدريب ومشيرا في هذا السياق إلى أن الجائحة فرضت ابتكار العديد من الأساليب غير التقليدية لمواصلة التدريب وقد واكبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ذلك عبر سلسلة من الإجراءات فضلا عن قيامها وبالتعاون مع صندوق العمل تمكين في تدريب أكثر من أربعة ألاف باحث عن عمل والجهود متواصلة لتحقيق هدف تدريب عشرة ألاف باحث عن عمل مع نهاية العام إضافة إلى توقيع تسع عشرة مذكرة تفاهم وذلك من أجر استمرارية عملية التدريب في ظل هذه الظروف الاستثنائية ترجمة نانسي قنقر